للقائد الكردي اللي بيعتبروه نقطة سوداء في تاريخ النمسا رسمها النظام الإيراني واللي كان ضحيتها القائد الكردي وكان معاه رئيس حزب الديمقراطي عبد الرحمن القسمولي وده قتل معاه برضو النائب بتاعه عبد الله قادري والكردي المجنس فاضل رسول رغم مرور سنين كثيرة على الموضوع ده لا تنسى هذه الجريمة صراحة نقطة سوداء في تاريخ النمسا هذه الجريمة السياسية التي نفذها النظام الإيراني الذي يمارس الإرهاب حتى هذا اليوم بداية على شعبه ونهاية في الدول التي لديه يد طويلة فيها مثل النمسا وغيرها صراحة بالتالي عبد الرحمن قسمولي أنا تحدث مع العديد من الأخوة الأكراد وحتى مع أعتقد المفوض بإخليم كردستان العراق هنا في النمسا أيضا حاورته بهذا الشأن قبل سنين بصراحة وحاولنا التقصي عن الموضوع لكن قال إنه مع الأسف شديد وزارة الداخلية أنهت القضية بالتدخل الإيراني طبعا بالتدخل الإيراني قالت هذا بسبب توازنات سياسية ولا نستطيع أن نحقق به وبالتالي تجد السفارة النظام الإيراني الإرهابي متربعة وسط فيينا ببناء ضخم والإرهابي الموجود فيها السفير والذي هو أيضا جزء من هذه المنظومة التي تمارس الإرهاب على شعبها مع الأسف يسرح ويمرح بلا رقيب وبلا حسيب ما في عندهم أي مشكلة والسياسة مع الأسف تثبت في النمسا أنها فوق الوطن وفوق المواطن وفوق كل شيء والمصالح السياسية أهم من أي شيء آخر وبالتالي أنا استغربت له بعد 35 سنة نعم وما زالت التحقيقات وحاول يعني أعتقد قبل سنتين في الخبر مذكور أعتقد يعني قبل سنتين حاولوا إعادة فتح الملف ولكن أيضا يعني أيضا ما وصلوا نتيجة بسبب عدم وجود أدلة جديدة وتم طي الملف مرة أخرى يعني يعني